كريم ليه اختارت الراب؟ يعني ليه مش اي نوع مزيكة تاني؟ الراب يجسد شخصية اي بنادم بيأثر في ثقافتك والبيئة اللي انت عايشة فيها يعني اي مزيكة تانية او اي جنرية تانية بتتلعب بيبقى الناس صوتها كويس لاما بتحب المزيكة فيه في عوامل تانية كتير لكن الراب هو شخصك يعني مش احد يبقى رابر بس احد ممكن يبقى مغني وانت اللي بتكتب بتكلمات؟ اه اي رابر لازم يكون بيكتب الليريكس بتاعه فهو الراب نفسه بيجسد شخصيتك انت مشاكلك وبيئتك وثقافتك هي اللي بتقدر تطلعيها فالناس بتأثر بيها وبتبتدي تسمعك وبتدي انها تحضرلك حفلات كل الحاجات دي بتحصل مع الرابر بس لكن المغنيين بيبقى عوامل تانية كتير وإلا ما كاناش تأثرنا بميكي يعني ميكي يمكن يعني في مصر هنا حبيبنا في الراب بشكل كبير جدا واكتر واحد كمان عبر عن المنطقة بتاعته وعبر عن المناطق التانية بشكل كبير جدا انت زي بتنتمي للمكان انت فيه طب قلنا كبه برضو يعني كريم انت ناوية غاني برضو لأرض اللواء بس الفترة اللي جاية وانا هتطلع لمناطق تانية اه اكيد اه اكيد اه او شكل الأغاني بعمل ازاي لا هو الوي بتاعت الأغاني كلها هتبقى يعني طرق مختلفة بس التصوير بقى و المناطق اكيد مش هنفضل نعمل ده في أرض اللواء هو ممكن بس دي كانت الفكرة بالتراج بكل حاجة وصلتنا اننا هنعمله في أرض اللواء عشان تكون كبداية اللي ارجوعنا من جديد بس الحاجات اللي جاية مش هتبقى في أرض اللواء تبقى في ناطق تانية كتير هيا تبعا مخلصة على حسب الموضوع على حسب الموضوع